يسأل سئل عن عدم تمكين الأنف من السجود يعني أنه سجد ولم يجعل أنفه تمس الأرض بل مرتفعة عن الأرض وصلى بهذا هل صلاة تصح أم أنها لا تصح الظاهر والعلم عند الله تعالى أن صلاته تصح ذلك لأن الحديث الوارد في أنه لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف حديث لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض حديث ضعيف وكذلك موارد عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق عبد الله بن طاوص عن أبي طاوص عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أراب الجبهة واليدين والركمتين والقدمين ولفظه في بعض الطرق الجبهة وأشار إلى جبهاته وأنفه هذه الزيادة التفسيرية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الخبر ثابت لكن الزيادة التفسيرية الجبهة وأشار إلى جبهاته وأنفه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي مدرجة من فعل طاوص رحمه الله تعالى والله أعلم